موسيقى يعاني سكاء لواء ارصيفة في محافظة الزرقاء من رفض الجهات المعنية منحهم اذونات اشغال لتركيب عدادات كهرباء وماء بدنا كهرباء وانا سنة مقدمين ومش طالع لنا كهرباء السكان والذي يقدر عددهم بعشرات الالاف يقبعون على اراضي خزينة الدولة ما عقد المسألة مما دفع بجلالة الملك عبدالله الثاني الى زيارة ارصيفة في عهد حكومة الرفاعي وامر بتخفيف الاعباء على المواطنين والوقوف عند احتياجاتهم منها التعليم والصحة والبيئة والمياه والشباب والمشروعات الخدمية التي من شأنها الازهام في تحسين ظروف ابناء اللواء المعيشية تلوث البيئي نقص الخدمات عدد السكان عمل للمستقبل ان شاء الله فانا اعتقد المستقبل مطلوب انه كديوان حكومة ان شاء الله اعيانه انه هو بنشتغل مع سواب 2011 ومعامة استاتيجية للمنطقة ولا المملكة بشكل عام واستكمالا للجهود الملكية في التخفيف من اعباء المواطنين في رصيفة قرر رئيس الوزراء الدكتور عون الخصونة الموافقة على طلب اهالي مدينة رصيفة بايصال خدمات الماء والكهرباء لما يزيد عن 30 الف منزل قائم على ما يعرف باراضي الدولة ورغم الجهود التي تبذل للتخفيف على المواطنين في رصيفة الا ان القضية ما زالت تراوح مكانها وزير البلديات ماهر ابو السمن زار اليوم بلدية رصيفة والتقى المواطنين هناك حيث اكد لهم احنا اعطينا التعليمات بخصوصة ايصال الخدمات في بعض المواطنين مرخصين الابنية وراح يقدموا تقديم بأساس الدين للشغال راح يتم تيصال الخدمات احنا المشكلة الرئيسية هي عملية الافرازات افراز الاراضي وتحديد مالكيها ووضع الشوارع التنظيمية في مجموعات من المساحين راح يتم تخاطر المركز الجغرافي الملكي بممكن يتوصل لهم خدمات الامرخصين ومأخذين دافعين رسوم ترخيص بتوصل لهم خدمات نائب المنطقة ردين العطي التي حضرت لقاء الوزير اعتبرت الزيارة جاءت لتسريع عجلة الاجراءات الحكومية وقالت ايضا توالت ثلاث حكومات منذ عام منذ ان اصبحت نائب الحمد لله من دولة سمير فاعلة دولة معروف البخيت والان دولة عون الخصاوين وكان مطلب مننا من سعادة النواب انا والنائب محمد جميل الضهراوي ومرزوق الدعجة لايصال خدمات الماء والكهرباء لمواطنيننا في لوائر صيفة واخيرا استجاب دولة عون الخصاوين لمطالبنا ووعدنا ان شاء الله على توقيع الكتب يعني في غضون يومين ان شاء الله بتكون جاهزة لإيصال الخدمات في المواطنين ويأمل ان نائب مرزوق الدعجة الذي حضر اللقاء ايضا بان يفضل اللقاء الى شيء ملموس فيما يتعلق بموضوع ايصال الخدمات ايضا ابدأ توجيهاته للبلدية بعد ان تتلقى البلدية التعليمات اللازمة من مجلس الوزراء الذي تم اقرار في جلسة الاخيرة بايصال خدمات للمواطنين في مدينة رصيفة ومحافظة الزرقاء خاصة المناطق والمساكن الواقعة على اراضي اميرية وبين الحراك الحكومي والجهود التي تبذل للتخفيف على السكان هناك يبقى صوت المواطن يدور في فضاءات الوطن على امل ان تحل مشاكلهم بدنا كهرباء وانا سنة مادمين ومش طالع لنا كهرباء اشتركوا في القناة